اشتركوا في القناة وتدريبات كتاب المدرسة على الحركة الموجية نبدأ مع بعض النشاط الاول بيقول لي تحديد مفهوم الموجة ودورها في نقل الطاقة زي ما انت شايف كده في الرسم جايب لك قطع الدمونو لعبة الدمونو ورسلسهم ورابعة ولما زق اول قطع اللي هي القطع دي بدأت القطع كلها تنتقل الطاقة من القطع الاولى للتانية للتالتة وتقع القطع بهذا المنظر بيقول لي ماذا يحدث عند دفع اول قطع الدمونو نلاحظ سقوط باقي القطع بهذا الشكل هل تتغير موادع قطع الدمونو بعد سقوطها طبعا لا يحدث فيها اي تغير يعني لا يتغير موضعها سؤال اللي بعد كده التدريب التاني ما تفسيرك لحركة العملة صاد عند دفع العملة سين بالرغم من عدم تلمسهمها طبعا عند دفع العملة سين كده بتصدم بالعملة الاولانية تنتقل لها الطاقة تنتقل الطاقة تنتقل الطاقة ثم تتحرك العملة صاد لانها قابلة للحركة او لدي حرية الحركة والسبب في كده هو انتقال الطاقة داخل العملات استنتاج مفهوم الحركة الموجية ماذا يحدث للهب الشمعة طبعا في الحركة الموجية احنا بنجيب انبوبة كده تقولها 30 سنتيمتر والانبوبة دي بنضع امامها امام احدى الفتحتين لهب الشمعة كده مشتعلة وهنا بنضع شوكة رنانة وعود بخور مدخم بالمنظر دوت عند طرق الشوكة الرنانة يتحرك لها بالشمعة للامام وللخلف يبقى دي كده اجابة واحد ما الامواج التي نقلت الطاقة من الشوكة الرنانة الى الشمعة الامواج التي نقلت الطاقة من الشوكة الرنانة الى الشمعة هي الامواج الصوتية هل تتحرك جزيئات الهواء مع حركة الامواج الصوتية خلال الانبوبة وكيف تدلل على ذلك طبعا لم تتحرك جزيئات الهوى مع حركة الموجات الصوتية والدليل على ذلك عدم خروج دخان البخور من الفتحة اللي هي ناحية الشمعة التفسير أن الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناتجة عن اهتزاز جزيئات الوسط في لحظة ما وفي اتجاه معين بيقول في اي من الحالتين تعلو وطهبط الحلقات مكونة كما موقعان في الحالة رقم واحد تتقارب وتتبعد الحلقات مكونة تضغطات وتخلخلات في الحالة او في شكل رقم اثنين قارم بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية التعريف الموجة المستعرضة هي الطراب تهتز في جزيئات الوسط عمودي على اتجاه انتشار الموجة والموجة الطولية هي الطراب تهتز في جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة تتكون الموجة المستعرضة من قمم واقعان تتكون الموجة الطولية من تضغطات وتخلخلات ونشوف هنا بيقول لي مستعينا ببنك المعرفة المصري او اي مصدر للمعرفة قلنا ليه ما بنسمعش صوت الانفجارات الشمسية في حين نرى ضوء الشمس الصادر عنها طبعا الانفجارات الشمسية هي عبارة عن صوت والصوت من الموجات الميكانيكية التي لا تنتقل في الفراغ اما الضوء من الموجات الكاهرماناتيسية التي تنتقل في الفراغ والاوساط المادية المختلفة يعني لا يحتاج الى وسط مادي لانتقاله بيقول لي نقش مع زملائك عن سبب سمع صوت الرعد بعد رؤية البرق اقول له لان البرق ضوء موجات كاهرماناتيسية سرعتها كبيرة جدا 3.10.8 والصوت هو او الرعد هو صوت موجات ميكانيكية سرعتها اقل بكثير بيقول لي قارب ان الموجات الميكانيكية والموجات الكاهرماناتيسية الموجات الميكانيكية بقول كده من حيث التعريف هي الموجات التي تحتاج لوسط مادي لانتشارها ولا تنتقل في الفراغ اما الموجات الكاهرماناتيسية فهي لا تحتاج لوسط مادي لانتشارها الموجات الميكانيكية بتكون نوعين مستعرضة وطولية مستعرضة زي أمواج الماء وطولية زي موجات الصوت أما الموجات الكهروماناتسية فجمعها من نوع المستعرض من أمثلة الموجات الميكانيكية الصوت والماء ومن أمثلة الموجات الكهروماناتسية الأشعة تحت الحمراء وموجات الضوء المرئي وأشعة الراديو هنا بيقول لي طول الموجة لام إدرس الشكل المقابل وضع تعريفا لطول الموجة المستعرضة الطول الموجي هو المسافة بين اي قمتين متتاليتين او المسافة بين اي قاعين متتاليين في الموجة المستعرضة ساعة الموجة بيقول لي قانب بينها مقدار ساعة الموجة في الموجتان سين وصاد بص هنا ساعة الموجة تطلع لفوق وبص شمال حتلاقيها 2 متر بص هنا ساعة الموجة اطلع فوق وبص شمال حتلاقيها 4 متر يبقى ساعة الموجة صاد ضعف في ساعة الموجة سين سرعة الموجة عين يمكن تعريف سرعة الموجة به اقول له هي المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الوحدة ده تعريف سرعة الموجة تعريف التردد هو عدد الموجات التي تحدث في الثانية الوحدة والعلاقة بين تردد موجته والزمن الدوري علاقة عكسية حيث ان الزمن بيساوي واحد على التردد والتردد بيساوي واحد على الزمن الدوري جايب لي مسألة على هيئة التدريب بيقول لي احسب الطول الموجي لام بوحدة المتر لموجي الضوء مرقي ترددها 6 في 10 أس 14 هيرتز وصرعتها 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية الطول الموجي هيساوي السرعة مقسومة على التردد هتطلق السرعة 3 في 10 أس 8 هنقسمها على 6 في 10 أس 14 3 على 6 في 5 من 10 وال10 أس 14 تطلع فوق 10 أس 14 نشيل منهم 8 يبقى هنا هتفضل 10 أس سالب 6 5 من 10 في 10 أس سالب 6 متر قارن بين الحركة الاهتزازية والحركة الموجية الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونة أو استقراره وتتكرر على فترات زمنية متساوية أما الحركة الموجية فهي الحركة الناشئة عن اهتزاز جزيئات الوسط في لحظة ما وفي اتجاه معين وتعالوا نشوف مع بعض كده تدريبات الدرس التانية على الحركة الموجية تصنف الأمواك تابعا لقدرتها على الانتشار ونقل الطاقة إلى أقول له موجات ميكانيكية وكهرومغناطيسية القمة في الموجة المستعرضة بيقابلها إيه في الموجة الطولية؟ بيقابلها حاجة اسمها التضاغط في الموجة الطولية تعتبر موجات الراديو من الموجات الكهرومغناطيسية والتي تنتشر في الفراغ بسرعة 3 في 10 أو 8 متر لكل ثانية اللي هي سرعة الدوء سوى بالعبارات الاتية بشرط عدم تغيير ما تحته خط يعني لتحته خط ده هتسيبه بيقول الموجة المستعرضة عبارة عن اهتراب تهتز فيه دقائق الوسط في نفس الاتجاه أقول له كده عمودي بدل نفس تبقى إيه عمودي حركة بندول ساعة الحائط بتمثل حركة موجية بقى نسيب الحركة الموجية ونقول كده حركة إيه أمواج المية مثلا أو موجات الصوت يعتبر حركة إيه موجية الجسم الذي تردده 200 هيرتز هتسيب ديت وتغير بعدها يكون بعمل اهتزازة واحدة في 200 ثانية ممكن أقول كده عمل 200 اهتزازة في 1 ثانية ما المقصود بكل من الطول الموجي لموجة صوتية 30 سنتي أقول له المسافة بين أي تضغطين متتاليين أو تخالخلين متتاليين حيساوي 30 سنتي متر أو 3 من 10 متر المسافة التي تقطعها موكة الضوء المرئي في الفراغ خلال زمن قدره 2 ثانية 6 في 10 أو 8 متر أقول له إذن سرعة الموجة هتساوي المسافة على الزمن يعني هتساوي 6 في 10 8 على 2 هتساوي 3 في 10 8 متر 5 لكل ثانية قارب بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة قلنا الموجات الطولية هي التي تهتز فيها جزئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة والموجات المستعرضة هي التي تهتز فيها جزئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة اما الحركة الاهتزازية احنا لسه اي لنا هي الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر على فترات زمنية متساوية اما الحركة الموجية فهي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز جزائيات الوسط في لحظة ما وفي اتجاه معين نيجي للمسألة بيقول لي عزين الطول الموجي جايب لك المسافة من القمة الاولى للقمة التالتة فهتقول له كده الطول الموجي هيساوي المسافة اللي عطهالك وتقسمها على عدد الموجات لازم تكتب القانون ده على عدد ايه الموجات طيب المسافة اللي عطهالك على الرسم كام اربعة متر تعاني شوف كده عدد الموجات بالنسبة للجزء ده عاملين كده واحد ازاحة اتنين تلاتة اربعة يبقى لحد هنا موجة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى كده مكتين يبقى هقسم على الاتنين اربعة على الاتنين حتساوي اتنين والوحدة بتاعتك بالمتر التردد بيساوي ايه بيساوي واحد على الزمن الدوري طب انا اجيب الزمن الدوري منين ما قدامك اهو عند كده ده زمن نص موجة الحتة دي كده نص موجة يبقى الحتة دي كده النص التاني يعني هقول له الزمن الدوري هجيبه كده على جنب الزمن الدوري بيساوي اتنين في اتنين من عشرة هيساوي اربعة من عشرة ثانية اللي هو بدرب اتنين في زمن نص موجة وبعدين اخذ الرقم ده اقلبه هنا جيب التردد يعني واحد على الزمن يعني اقول له التردد بيساوي واحد على الزمن يبقى واحد على الاربعة من عشرة يعني عشرة على الاربعة فيها الاثنين ونص والوحدة بتاعت التردد دايما هتبقى معاك بالهيرتز عايز بقى ساعة الموجة قلنا هنبص الفوق نطلع قصد الفوق ونبص شمال نلاقي واحد متر يبقى اقول له ساعة الموجة واحد متر سرعة الموجة بتساوي التردد مضروب في الطول الموجي يعني السرعة عين بتساويت ايه في لام التردد انت لسه جايبه ب 2.5 والطول الموج انت جايبه من الاول ب 2 يبقى 2.5 في 2 هتطلع 5 والوحدة متر لكل ثانية بيقول لي اماك سوتية ترددها 200 هيرتز وطولها الموجي 1.7 من 10 عايز السرعة اقول له عين بتساويت ايه في لام هروح ااخد المتين اللي هو التردد ضربهم في 1.7 من 10 هتطلع 340 متر لكل ثانية عاوز الطول الموجي ليها لو كانت سرعتها 1500 متر في الثانية يبقى الطول الموجي بيساوي هتقسم السرعة على التردد يعني هتقول كده السرعة عندك اللي هي 1500 اللي عطاه لك هتقسمها على التردد اللي هو 200 هتطلع 7.5 متر الطول الموجي بتاعها وبكده اصدقائكم وصلنا لنهاية درسنا النهاردة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم كونوا فاهمتوا درسنا النهاردة شرحنا فيها اجابات الانشطة والتدريبات كتاب المدرسة على الحركة الموجية انتظرونا في حل تدريبات وانشطة كثيرة باذن الله كان معكم كبير معلمين محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته